والله ما حيفرق معنا حاجة كل مصر حتوقوا تتفرج على النادي الأهلي بكرة اللي عايز أنا عارف إن فيه ناس حتبقى قاعدة تتفرج عشان تشمت تخيل حضرتك عشان تعرفوا بس إن إحنا بنتكلم بدرعنا ما بنتكلمش بحاجة تانية الأهلوية بيتكلموا بدرعهم وبدرع قناتهم وإعلامهم تخيل حضرتك إن لو إحنا لو إحنا حد فينا مثلا لا قدر الله لا قدر الله إخواتنا في المغرب إخواتنا وأصدقائنا وأشقائنا وأحبائنا وكل حاجة تخيل إن أنا بجيب الوحيد إعلام في مصر إعلامي مصري بيجيب واحد ما بيعملش حاجة إعلامي آخر في المغرب بيجيبه معاعة التليفون ما بيعملش حاجة غير إن هو بيحاول أن يؤجج الفتنة ما بين النادي الأهلي وما بين النادي الوداد وده عمره ما حيحصل عمره ما حيحصل تخيل إن فيه إعلامي مصري بيعمل كده تخيل يعني أنا أما بقرأ الخبر ده أنا هكت أعيز أنزل إجلي بصراحة يعني من كتر ما الواحد مستفز من هذا الأمر إيه اللي أنت بتقوله ده وإيه اللي أنت بتقوله واحد بيطلع اشتماع كل يوم واحد عايز يبوز العلاقة الأبدية التاريخية ما بين نادي الأهلي ونادي الودات لكن ده عمره ما هيحصل طبعا لأن أنا متأكد أن بكرة حيبقى فيه استقبال كبير جدا من حق جمهور الوداد أنه هو يشجع فرقته ومن حق جمهور الوداد أنه هو عايز فرقته تكسب كل ده من حق جمهور الوداد